تنضم إلينا من الخرطوم حول هذا الموضوع مرسلة الغد سيهام سعيد سيهام أهلا بك مرة أخرى في نشرة الأخبار إلى أين وصلت الأمور على الأرض بعد خروج هذه الدعوات لمظاهرة مليونية قبل ربما ساعة أو ساعتين تحدثنا أن المظاهرات ربما قد تخرج في وقت الظهيرة هل حصل ذلك بالفعل الآن؟ نعم مرحبا لم نرصد حتى الآن خروج أي مواكب هنا في الخرطوم على الأقل استجابة لهذه الدعوة لهذه المليونية التي تحتج على طريقة تعامل الأجهزة الأمنية المختلفة مع النشطاء وخاصة أعضاء لجان المقاومة ذلك على خلفية مقتل أحد النشطاء على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع وكما قلنا تم رفع الحصان عن هؤلاء الأفراد وسليمهم للأجهزة العدلية لتحقيق معهم في هذا الشأن إذن هذه الدعوات للخروج في المليونية اليوم لم نرصد حتى الآن خروج هل من تفسير لذلك سيهام؟ هل من تفسير لذلك عدم خروج متظاهرين بناء على الدعوات التي خرجت أو دعت إلى إخراجهم في هذا الوقت؟ هل من تفسير لعدم خروجهم بعد؟ نعم قد لا يكون هو عدم خروج نتوقع أن يخرجوا ما زال اليوم قد يخرجوا هم ابتداء من الواحدة ظهرا تبدأ التجمعات نتوقع أن يتجمعوا ويظهروا خلال هذا اليوم ولكن حتى إذا لم تكن هناك استجابة كافية ربما تخرج لجان مقاومة بري باعتبارها هي الداعية الأساسية لهذه المليونية نحن ننتظر ولكن لا يوجد هناك ما يمنع خروج هذه المليونية وربما إذا لم يتم الخروج بعدد كافي اليوم أو لن تخرج سيتم ربما الدعوة لمليونية أخرى في اليام القادم خاصة وأنه بعد يومين في يوم الأول من يناير هو ذكرى استقلال السودان هي مناسبة وطنية نعم كبيرا وسوف نتابع إذا ما حصل ذلك بالفعل في الفترة القليلة القادمة من الخرطوم مرسلتنا سيهام سعيد شكرا على كل هذه الإحاطات ترجمة نانسي قنقر